بسم الله الرحمن الرحيم حرز للإمام الكاظم عليه السلام قال عليه السلام من قرأ كل يوم بنية خالصة وطوية صادقة صنه الله عن كل محذور وآفة وإن كانت به محنة خلصه الله منها وكفاه شرها ومن لم يحسن القراءة فليمسكه مع نفسه متبركا به حتى ينفعه الله به ويكفيه المحذور والمخوف أنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعلى وأجل مما أخاف وأحضر وأستجير بالله أستجير بالله أستجير بالله عز جار الله وجل ثناء الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله على محمد وآله اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك فأنت رجائي رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري وكن من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري ويا من قل لك ويا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفطحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا النعم التي لا تحصى عددا صل على محمد وآل محمد اللهم بك أدفع وأدرأ في نحره وأستعيذ بك من شره اللهم أعني على ديني بدنياي وعلى آخرتي بتقواي واحفظني فيما غبت عنه ولا تكني إلى نفسي فيما حضرته يا من لا تضره الذنوب ولا تنفعه المغفرة اغفر لي ما لا يضرك واعطني ما لا ينفعك إنك أنت وخاب أسألك فرجا قريبا ومخرجا رحيبا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وعافية من جميع البلايا إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك العفو والعافية والأمن والصحة والصبر ودوام العافية والشكر على العافية وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلبسني عافيتك في ديني ونفسي وأهلي ومالي وإخواني من المؤمنين والمؤمنات وجميع ما أنعمت به علي وأستودعك ذلك كله يا رب وأسألك أن تجعلني في كنفك وفي جوارك وفي حفظك وحرزك وعياذك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم فرغ قلبي لمحبتك وذكرك وانعشه لخوفك أيام حياتي كلها واجعل زادي من الدنيا تقواك وهب لي قوة أحتمل بها جميع طاعتك وأعمل بها جميع مرضاتك واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك والأنس بأوليائك وأهل طاعتك ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منا ولا له عندي يدا ولا لي إليه حاجة إلهي قد ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري يا من لا يصفه نعت الناعتين ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين يا من لا يضيع لديه أجر المحسنين يا من قربت نصرته من المظلومين يا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت ما نالني من فلان مما حضرت وانتهك مني ما حجرت وطرا في نعمتك عنده واغترارا بسترك عليه اللهم فخذه عن ظلمي بعزتك وفل الحده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما ينويه اللهم لا تسوّغه ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل فعاله ولا تجعلني بمثل حاله يا أرحم الراحمين اللهم إني استجرت بك وتوكلت عليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وضعف ركني إلى قوتك مستجيرا بك منذ التعزز علي والقوة على ضيمي فإني في جوارك فلا ضيم على جارك ربي فاقهر عني قاهري وأوهن عني مستوهمي بعزتك واقبض عني ضائمي بقسطك وخذ لي ممن ظلمني بعدلك ربي فأعذني بعيادك بعيادك امتنع عائدك وأدخلني في جوارك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك واسبل علي سترك ومن تستره فهو الآمن المحصن الذي لا يراع ربي واضمني في ذلك إلى كنفك فمن تكنفه فهو الآمن المحفوظ لا حول ولا قوة ولا حيلة إلا بالله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا من يكن ذا حيلة في نفسه أو حول بتقلبه أو قوة في أمره بشيء سوى الله فإن حولي وقوتي وكل حيلتي بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكل ذي ملك فمملوك لله وكل قوي طعيف عند قوة الله وكل ذي عز فغالبه الله وكل شيء في قبضة الله دل كل عزيز لبطش الله صغر كل عظيم عند عظمة الله خضع كل جبار عند سلطان الله واستظهرت واستطلت على كل عدو لي بتولي الله ترأت في نحر كل عاد علي بالله طربت بإذن الله بيني وبين كل مترة ذي سورة وجبار ذي نخوة ومتسلط ذي قدرة ووال ذي إمرة ومستعد ذي أبخة وعنيد ذي ضغينة وعدو ذي غيلة وحاسد ذي قوة وماكر ذي مكيدة وكل معين أو معان علي بمقالة مغوية أو سعاية مصلبة أو حيلة مؤذية أو غائلة مردية أو كل طاغ ذي كبرياء أو معجب ذي خيالاء على كل سبب وبكل مذهب فأخذت لنفسي ومالي حجابا دونهم بما أنزلت من كتابك وأحكمت من وحيك الذي لا يؤتى من سورة بمثله وهو الحكم العضل والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل حمدي لك وثنائي عليك في العافية والبلاء والشدة والرخاء دائما لا ينقضي ولا يبيد توكلت على الحي الذي لا يموت اللهم بك أعوذ وبك أصول وإياك أعبد وإياك أستعين وعليك أتوكل وأدرأ بك في نحر أعدائي وأستعين بك عليهم وأستكفيكهم فاكفنيهم بما شئ وكيف شئ ومما شئ بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لا تخافاً إنني معكما أسمع وأرى ونخسأوا فيها ولا تكلمون أخذت بسمع من يطالبني بالسوء بسمع الله وبصره وقوته قوة الله وحبله المتين وسلطانه المبين فليس لهم علينا سلطان ولا سبيل إن شاء الله واجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم يدك فوق كل ذي يد وقوتك أعز من كل قوة وسلطانك أجل من كل سلطان فصل على محمد وآل محمد وكن عند ظني فيما لم أجد فيه مفزعاً غيرك ولا ملجأ سواك فإنني أعلم أن عدلك أوسع من جور الجبارين وأن إنصافك من وراء ظلم الظالمين صل على محمد وآل محمد أجمعين وأجرني منهم يا أرحم الراحمين أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي ومن يلحقه عنايتي وجميع نعم الله عندي ببسم الله الذي خضعت له الرقاب وبسم الله الذي خافته الصدور ووجلت منه النفوس وبالإسم الذي نفس عن داود كربته وبالإسم الذي قال للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأراد به كيداً فجعلناهم الأخسرين وبعزيمة الله التي لا تحصى وبقدرة الله المستطيلة على جميع خلقه من شر فلان ومن شر ما خلقه الرحمن ومن شر كيدهم وحولهم وقوتهم وحيلتهم إنك على كل شيء قدير اللهم بك أستعين وبك أستغيث وعليك أتوكل وأنت رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وخلصني من كل مصيبة نزلت في هذا اليوم وفي هذه الليلة وفي جميع الأيام والليالي من السماء إلى الأرض إنك على كل شيء قدير واجعل لي سهماً في كل حسنة نزلت في هذا اليوم وفي هذه الليلة وفي جميع الليالي والأيام من السماء إلى الأرض إنك على كل شيء قدير اللهم بك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد صلى الله عليه وآله إليك أتوجه وبكتابك أتوسل أن تلطف لي بلطفك الخفي إنك على كل شيء قدير جبرئيل عن يميني وميكائيل عن شمالي وإسرافيل أمامي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلفي وبين يدي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم كثيرا